هذا اختصار لعقيدة أهل السنة والجماعة في يزيد بن معاوية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لما كان مبنى عقيدة أهل السنة والجماعة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تهدي إلى العدر والقسط كان الورع وحفظ أعراض الناس وحقوقهم دينا يدينون به ولذلك كانوا أعدل الأمة وأرحم الأمة بالأمة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين انتهى كلامه وقال كذلك رحمه الله بعد أن ساق حسنات يزيد فالواجب الاقتصار على ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان الناس به فإن هذا من البدع انتهى كلامهم من الفتاوى وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا كان المقتصدون من أعمة السلف يقولون في يزيد وامثاله لا نسبهم ولا نحبهم كذلك من الفتاوى وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله افترق الناس في يزيد بن معاوية ثلاثة فرق طرفان ووسط والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات إلى أن قال وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة ثم قال وافترقوا ثلاثة فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما نقله عن أبي محمد المقدس رحمه الله لما سئل عن يزيد قال فيما بلغني لا يسب ولا يحب وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبلغني أيضا أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد فقال لا تنقص ولا تزيد ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدها وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها وقال مرة ذلك القول أحب إلينا وأحسن ولما سئل أو ولما سأله مقدم المغل بولاي ما تقولون في يزيد قال لا نسبه ولا نحبه فقال أفلا تلعنونه أما كان ظالما أما قتل الحسين فقال نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال الله ألا لعنة الله على الظالمين فلم يتجاوز رحمه الله ما عليه أهل السنة والجماعة وأما ما نقل عن الإمام أحمد من الروايتين في جواز لعن يزيد فإنما هو من فهم ابن الجوزي الذي يرى لعنه وابن الجوزي ليس من محقق اعتقاد أهل السنة والجماعة وأما ما نقله القاضي أبو يعلى من رواية لعن الإمام أحمد فقد قال عنها شيخ الإسلام إنها منقطعة وليست ثابتة عنه كما جاء عنه في المنهاج في المجلد الرابع صفحة 573 وقال أبو طالب سالة أحمد عن لعن يزيد فقال لا نتكلم في هذا أرى الإمساك أحب إلي وهذا ذكره في المقصد الأرشد في المجلد الثاني صفحة 283 وقال الذهب في خلاصة قوله في يزيد لا نسبه ولا نحبه ذكر ذلك عنه في السير وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن يزيد ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي خصومه انتهى كلامه ومعنى عبارة السلف في يزيد لا نحبه قد بيّنها شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله بقوله لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله وقال أيضا لا نحب ما صدر منهم من الظلم والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي وبر وفجور وشر فيثيبه الله على حسناته ويعاقبه على سيئاته كذلك من الفتاوى ومعنى لا نسبه ما قاله الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حقيقة السب أن تصف غيرك بما هو نقص في حقه انتهى فمن تفكه في تنقصه له أو أعلن على الملأ أنه يبغضه ويمقته أو يكرهه فقد سبه فهذا منهاج وطريقة أهل السنة والجماعة في يزيد فمن أحب أن يسلكها فهو على طريق مرسوم ومن سلك غيرها فإنما تجتمع عند الله الخصوم اللهم اسلك بنا سبيل المؤمنين المقتصدين وجنبنا طريق الغالين أو المفرطين إن ربي سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين قاله فرج المرجي